موسيقى جل الحقائق لأنه في المرحلة البشدائية ربما لم يكن نقاش في نفس المستوى اللي كان خلال المرحلة السنافية تعرفوا بأنه محكمة السنافية محكمة درجة تانية وبالتالي القوضة اللي فيها وما أكثر خبرة وأكثر حكمة فيما يتعلق بالتعبون مع مهد الميل في فت لأنه تقريبا الموكيلة ديالي كانت عندها 13 التوئمة المرحلة البشدائية برئت من عشرات ديال التوئام وبقولها 3 ديال التوئام اللي تمت الإدانة من أجلها خلال هذه المرحلة حاولنا أننا نأكدو أولا التوجيه ديال المحكمة الابتدائية فيما يتعلق بالبراءة ديالي الموكيلة ديالي من دك التوئام وركزنا على مناقشة التوئام التي خدت فيها لصدرت فيها الإدانة وإحنا أقول على أنه وجهت نظري أنا بطبيعة الحالينا المرافعة ديالي كانت في تجاه المطالبة ببراءة الموكيلة ديالي من جميع التوئام المنسبة إليها لأنه القانون هو الفيصل فالنقات ولكن ارتأت نظر المحكمة على أنها تأيد الحكم الابتدائية ولكن كان أن العقوبة تم الإلغاء ديالها أو بالأحرى التعديل ديالها واستفدت من 6 شهر اللي اللي تحيدت لها بالمقارنة مع الحكم الابتدائية اللي كانت في عام ونص لبل عام وأعتقد على أنه هل حال تم تخفيفه سيدنا قبل؟ 6 شهر 6 شهر 6 شهر لا عام ونص دووزات تقريبا دبع عام ستكون نكملته إلا حسبنا مدة الاعتقال التي تعتقلت في الإمارات لأنه مدة شهرين هي معتقالة في الإمارات ستكون كملت هذه السنة هذه وبطبيعة لحال إحنا سنوصله سنوصله الطعن ديالنا طعن بالنقد بطبيعة لحال في هذه الحكم إيمانا منا بأنه حتى دكت تهمت ثلاثة اللي تقرأ لما أنا ما اطلعت شعل الحكم لحد الآن ولكن قالوا لي بأنه كنا براء عند مشي تهمة بالنسبة للتهم الأخ اللي بقيت فيها لإيدنا راحنا سنطعنه فيها بالنقد وصولا إلى القناعة ديالنا الشخصية ولكن الحقيقة هي لنا الحكم دائماً تكونوا عنوان الحقيقة ما هو التهم اللي باقي كتابع لأنه كي لديك أنا ما قدرش نقول لك لأنه ثلاثة التهم كينا ما قدرش نقول لك كي اللي ابناش تبرأت اليوم لأنه لما وصلني أنه تبرأت مشي تهمة من التهم الثلاثة اللي بقتل إيدنا من أجله ما عرش إنا إياه فيهم اللي إخدت فيها البارع والتخفيف ديالبنتي هو الفضل ديال الأستاذ النقيب واللي وقف معنا وأزرها وهذا كاسم يتوقف معنا في جميع المسائل ديالها إن شاء الله والله هادي تخرج إن شاء الله بيوم إن شاء الله نسألتي كنشكر المحكامة وكنشكر الأستاذ النقيب واللي استهر لنا على هذا العالم في ديالنا وقام بالواجب دياله أكثر من الواجب شكراً